ويمكن نقطة التأمين نتكلم عنها بشكل أكبر سيدة لواء احنا كلما نتكلم يمكن قبل فاصل عن عمليات التأمين اللي حصلت وقديه فيه إحساس بالأمان العالي كان فيه لقطة بفلوس كتير قوي الحقيقة يعني مش بس للترويج ولكن كمان لشعور التأمين أو لشعور الأمان اللي زيت عند كل ناس بفرج من جوا مصر ومن برا مصر كانت زيارة الرئيس آه طبعا أنا في زيارة سياتو يعني أنا عرفت قابليها في وقت ما ينفعش أعمل أي حاجة غير أن أنا روح أسلم عليه هو يعني فجئنا أنه هو جي ومع ضيف طبعا عزيز طبعا ضفنا بس ودخل في منتهى السهولة والناس برضو بعيد تاني الناس في منتهى الرقي إن هم عارفين إن معاضيف آه كويس والناس ملتزمة وبتسلم عليه من بعيد الحب كان مسيطر ولكن السلام كان من بعيد آه كان من بعيد والناس بحب شديد جدا كويس اتعاملوا مع الموقف وفعلا أنا حسيت قدي الناس بتحبه وهو بيحب الناس وسلم يعني اللي كان عايز يسلم عليه كان بيروح يسلم عليه ده هاي ده هاي كويس فما فيش أكتر من كده في أي دولة في العالم في أمان كده أو بيحصل كده وإن هو يروح في منطقة شاطئية فيها بحر وفي خلفية ده طبعا بالنسبة للتأمين أه ده هاي عايزة مثلا شهر علشان تقود يتأمين المكان ده اللي هو حيجي فيه فكانت لقطة رائعة وبينت إن العالمين قدي إيه فيها أمان وقدي إيه الشعب المصر شعب راقي جدا ومحترم وبيقدر الموقف وفاهم هو بيعمل إيه شكرا